السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا دلوقتي في اكسل وهقول لكم ازاي اجمع الارقام دي سوا واجيب الحد الاقصى والحد الادنى طيب انا هبدأ باولا ب ان احنا ازاي نجمع الارقام وهي برضو ليه كذا طريقة اول طريقة نحنا نحدد كده وبيظهر لنا تحت هنا كده زي ما انتو شايفين مجموع 520 تمام؟ لو دست عليه بيجيب لي الحد الادنى والحد الاقصى او جايب لي الحد الاقصى 110 والحد الادنى 40 تمام؟ تمام طيب ايه تانى طريقة؟ هاجي عندي خلية هنا كده واكتب يساوي وارجع واكتب SUM واختار اول واحدة وبعد كده احدد الارقام دي لحد اخر رقم عندي واقوم دايسة صح وهو جاب لي الناتج 520 وفعلا ده الناتج الصحيح طيب انا لو عايز اجيب الحد الاقصى هقوم جاي هنا في خلية فضية وكتبه يساوي MAX واختار اول واحدة ده ليه علشان احنا نجيب الحد الاقصى طيب انا اختار الارقام اللي انا عايزة يجيب لي فيها ايه الحد الاقصى هدوش صح؟ او جاب لي 110 وفعلا اكبر رقم في دول هو 110 تمام؟ تمام طيب لو انا عايزة اجيب الحد الادنى انا هعمل ايه؟ هاجف خلية فضية واكتب يساوي MIN واختار اول واحدة وبعد كده اظل على الارقام بتاعتي اللي انا عايزة اخليه طلع لي الحد الادنى في الارقام دي اهو جاب لي 40 وفعلا ده اصغر رقم فيهم تمام؟ طيب لو انا عايزة اجيب المتوسط هعمل ايه؟ هقوم برده جاي هنا كده في خلية فضية وكتب فيها يساوي هرجع للكوبورد بتاعتي واكتب الفيديو اهي؟ تمام؟ يعني متوسط وبرده احدد الارقام بتاعتي اللي عايزة انه يجيب لي منها المتوسط هاجي هنا كده اهو وادوص صح جاب لي ان ايه 22 وطبعا دي كده حاجات ايه؟ عشرية ماشي فا يعني المتوسط 22 تمام؟ ايه؟ بس كده انا اكون خلصت يا رب تكونوا استفدتم من هذا الفيديو موسيقى موسيقى موسيقى